يستمر النظام الإيراني بانتهاك حقوق الإنسان عبر عمليات قمعية متواصلة في البلاد تحت ذريعة التخوف من اندلاع احتجاجات شاملة في إيران بين صفوف المعارضين للنظام وفي ظل تلك المخاوف التي يتذرع بها النظام الإيراني أطلقت الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات واسعة طالت كثيرا من الشباب مع اقتراب ذكر احتجاجات تشرين الثاني عام 2019 موقع إيران هيومن رايتس مونيتور كشف أن من بين المعتقلين شباب مصابون بالعديد من الأمراض بينها السرطان وأن الاعتقالة كانت عشوائية وشملت منطقة سونغور في محافظة كرمانشاه الموقع قال إن الاستخبارات الإيرانية داهمت منازل معارضين سياسيين واقتادتهم رغم عدم صدور أوامر استدعاء بحقهم ومن بين المعارضين المعتقلين سعيد أصغري وسعيد صميمي وكسرة بني عمران اقتيدوا جميعا إلى سجن إيفين وحكم عليهم بالسجن عشر سنوات بتهمتي تهديد الأمن القومي والتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة هذه التحركات الإيرانية تأتي بعد أن شهدت البلاد خلال الأعوام الأخيرة احتجاجات شعبية ضد الترد الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وارتفاع أسعار الوقود وانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية وكانت احتجاجات عام 2019 شهدت قمعا شديدا من قبل السلطات الإيرانية أسفرت عن سقوط قتلى وجرح بين المحتجين فضلا عن اعتقال أعداد كبيرة منه منظمة العفو الدولية أمنستي قالت في تقرير لها أن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في البلاد عبر قمع الاحتجاجات بقسوة واعتقال كثيرين وقطع شبه كامل لشبكة الإنترنت والإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين مخاوف النظام الإيراني تتزامن مع غليان شعبي متزايد في البلاد مع تصاعد اجتداد الانهيار الاقتصادي وهو ما يقلق النظام في طهران الذي يخشى من اندلاع احتجاجات شعبية عالمة في عموم إيران قد تخرج عن السيطرة لتطيح بالنظام بشكل كامل بحسب الخبراء اشتركوا في القناة